السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلكم النهاردة بوصفة لذيذة جدا بسكوبة الخلاط. هنعمله النهاردة في عشر دقايق ان شاء الله وطريقته سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا قل بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض ونشوف الطريقة. اول حاجة طبعا دفت في الخلاط كبايتين سكر ونص الكباية العيرتي بها السكر هعاير بها نص كباية الزيت وكباية السمنة. تمام كده. السمنة طبعا بدرجة حرارة المطبخ. هل حاجة احطاها. وبعد كده هضيف عليهم كمان نص كباية لبن. تمام. واربع بضات. برضو بدرجة حرارة المطبخ. وتلت اكياس فريليا. تمام كده. تمام. بعد كده على الحاجة مغطية بقى الخلاط. وابدأ بقى اضرب كل الكلام ده كويس جدا كده مع بعضه. وهجيب طبقه منخل. وابدأ انخل كيس دقيق معنا النهارده كيلو دقيق. هنخل الاول كده. وبعد كده هبدأ بقى اضيف عليه اربع معالق نشا او اربع معالق قسطر. ده او ده. تمام? وبعد كده هضيف حاجة يعني براحتك عايز اضيف فيها تمام. مش موجودة خلاص. اربع معالق لبن بس بيدي طعم حلو للبسكوت. بس لو مش حابة اضيفه ما فيش مشكلة. وهنا طبعا معانا رشة ملح ومعلقة صغيرة مليانة بكم بودر. تمام. هبدأ بقى جيل معلقة وقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه. وبعد كده هجيبه الخليط اللي احنا ضربناه وراح جاية حطاه عليه. والم كده العجينة كده. تمام. طبعا عجينة البسكوت احنا مش هنعجنها. هنلمها بس كده بالشكل ده. بعد بما نلم الخليط كله على بعضه. هروح الجاية باقى ويبدأ ايه? ألموهم بقى مع بعض. تمام. هبدأ بقى كده باقى كده باقى. وراح جاية ألم كده على بعضه وفرقه. تمام? اهم حاجة واهم مرحوظة. عايز اقول لك عليها. لو لقيت العجينة طرية جدا معاكي. وبتلزق في ايدك وبتلزق في الطبق جامد جدا. يبقى كده العجينة بتاعتك محتاجة دقيقة. طيب. لو العجينة لقيتها معاكي نشفة كده وانت شغالة. وكمان لما بتاخدي قطعة آآ وتيجي تشكي ليها بتلاقيها بتشقق منك. يبقى العجينة بتاعت البسكوت النهاردة محتاجة معاكي لبن. بصي انا كورتها ازاي? لقيتها نعمة في ايديا. ولما بدوس عليها بالشققشي. يبقى انا كده العجينة بتاعتي مزبوطة. بس لو احتاجت حاجة زي ما قلت لك. لو لقيتها نشفة وبالشقق يعني محتاجة لبن. حطت لها معلقة بمعلقة ولم العجينة بتاعتك. تمام? بس كده. تلوقتي بقى هعمل اي بقى? هروح جاي بقى تلوقتي الم العجينة على بعض ديها. وهقسمها نصين. طبعا النهاردة هنهعمل معاكو شكلين. فشكل هعمله بالكاكاو والشكل التاني هسيبه ابيض زي ما هو. هاخد اول قطعة كده وراح جاي ضيف عليها معلقتين كبار كاكاو. وكمان هضيف عليهم نقطتين لبن. اهو يعني معلقتين معلقة تقطريش. وشوف كي الم الاول العجينة بتاعتك وشوفي. واروح جاي لماها كده بالشكل ده كده. تمام. لقيت برضو زي ما قلت لك لو لقيتها نشفة في ايديها هضيف لها لبن تاني. طيب لقيتها اه طريقة او معايا هضيف لها كاكاو. يعني ده وده في ايدك. ماشي انا لقيتها مظبوطة هي زي ما انت شايفا هي. لفتها وعملتها كورة كده. ودست عليها نعمة هي. ولا شققت ولا حصل لها اي حاجة. وكمان ولا لزق في ايديا ولا لزق في الطبقة. يعني كل حاجة تمام. هغطيها بقت الوقت بقى. ونبدأ بقى على طول نشكل مع بعض. في ملحوظة تانية برضو عايز اقول لك عليها. طبعا تلوقتي انا بصور معاكم الفيديو في الشتاء. فطبعا في الشتاء مش محتاج لين تدخلي العجينة البسكوت في التلاجة. لو احنا في الصيف لازم تدخليها التلاجة وتاخدي منها قطعة قطعة. ويتبدأ تشتغلي بها ولما تخلصيها تجيبي قطعة تانية من التلاجة. بس لازم البسكوت يكون في التلاجة في الصيف. ليه بقى? عشان خاطر ما تفصلش ما تفصلش منك سمنة. عجلت البسكوت ما تفصلش منك سمنة. تمام? بس احنا في الشتاء فعادي خالص تشتغلي بها. مش هيحصل لها اي حاجة. انا اشتغلت بها كده على طول. دي مكة البسكوت بقى تحفة جدا يا بنات. والله انا عزيزي لتحفة. خمسة وتلاتين جنيه. جيبتها وقلت النهار ده بقى اشتغل معكم بها. بس ان شاء الله الايام اللي جاية هعم معكم اشكال تانية بدون مكة البسكوت. هابدأ بقى كده بقى ايه? البسكوت. كور كده صغيرة. على حسن ما انت عايزة صغيرة كبيرة. كده. على حسن ما انت عايزة حجم البسكوتة معك. عايزاها تخينة كده وكبيرة. هتعمل الكور بتاعتك كبيرة. عايزاها رفيعة. وصغيرة. هتعملها تغاني الكور بتاعتك صغيرة. او حجيها حطهم جنب بعض وديسة عليها. وبس كده. بص الشكل. طحفة وسهلة جدا جدا جدا. وما خدتش وقت بجد بتنقص بطريقة رهيبة. ممكن تخلى اي عيل كده. انت تكوري والعيل الجنبك ابنك. يروح جاي يدسلك عليها. عارفة تخلصيهم في سانية. فعلا بسكوت العشر دائما خدش وقت خالص. ولا في العجين. ولا كمان في التشكيل ولا في التسوية. يعني حتى في التسوية. لما دخلت الفرن ما شاء الله ما فيش. كم دقيقة كده وكان ما شاء الله مستيه معي. طعم ندخله الفرن على درجة حرارة عالية. بيتين وعشرين على حاجة عندك في الفرن. وكمان كنت مشغلة الفرن من فوقه من تحت. وحطيتها في الرف الوسطاني وما شاء الله قد طلعها زي الفل. هنا بقى لو انت عايزة تعملي لون واحد بس ستعملي كده اخذي كورة. اللون واحد بس كده وتو حاجة ايه حطها. وبرضو هام معاكم واحدة شوكولاتة. اهي حاجة احطها كده وراها. وديس عليها زي الفل. اهم حاكة برضو متقطريش البيكن بودر. هي معلقة صغيرة على المقادير اللي احنا قلناها. معلقة صغيرة مليانة. خويسة جدا. عشان مش تنفش معك. بصي بقى زي ما انت شايفها كده. اهو. قدي تشكيلة بتاعتنا. دخلها بقى الفرن زي ما قلتلك. على فرن سخني لازم عشان خط البسكوت ما ينشفش منك قوي. وما يقطمش كده معاك. فها دخلها الفرن على آآ بدرجة حال مئتين وعشرين. ويحطيها في الرف الوسطاني كنت مشغال الفرن من فوق من تحت. كده خلص طلعت البسكوت. طحفة والله يا بنات طعمه حلوة قوي قوي قوي. زي ما انت شايفها وسهل وبسيط وما اخدش وقت. ان شاء الله اتجرب الطريقة بتاعتي وتعجبك سهلة وبسيطة جدا جدا. واسقوط العشر دقايق في الخلاط ما اخدش مننا اي وقت. وزي ما قلتلك ان شاء الله ايام اللي جاي هعملك باسقوط تاني. بدون بقى ولا مكنة ولا اي حاجة خالص. يا رب الوسطة بتاعتي كنا عجبتكم النهاردة سهلة وبسيطة واخدش وقت مننا. تنسوناش باللايك والكومنت الحال وكمان تقولي لي انت مش هديني من قليل بلد. والسلام عليكم.